ما شاهدتوا في المباراة اليوم سلبياً وإجابياً أو إجابياً وسلبياً بعدها خلينا نشوف الأول بدون ما نقول ده إجابي ولا سلبي شوف طريقة لعب الزمالك كانت عاملة ازاي كريم أنا عايز أقول نقطة بس heute مش رأي اللي احنا هنعرضه ده مش رسمة احنا مثلاً عملناها هو ده اللي حصل في المباراة دي ده متوسط التمركزات ده رصد اللي حصل فحيجب لك طريقة لعب الزمالك كانت عاملة ازاي زمالك كان بيلعب ده طريقة لعب الزمالك المسلوسي وعبدالغني و29 ده عبدالشافي أشبه بسلياسي ممكن تشوفها رباعي زي ما انت حتشوف التمركز بتاع سيد نمار حيبق وينجباك يمين ونضاي وينجباك شمال او حتشوف ان عبدالشافي كان فول باك ناحة الشمال وستيد عبدالله فول باك ناحة البين انت ممكن تشوفها الاتنين انا ممكن شوفتها تلاتة اللي هو المسلوسي مدافع القلب وعبدالغني مينو وعبدالشافي شماله ولكن عبدالشافي كان واخد واجبات هجومية كتير ونضاي وزيزو بيروح يسند معا ناحة الشمال وساعة كان بيجي ناحة اليمين ووباما راسل الحربة بتاع الزمالك ودونجا وعمر السيسي ارتكازين مع تحرر اكتر لدونجا من العمق شوية وعمر السيسي كان بنضم للمجموعة اللي ناحية اليمين ده الزمالك احنا قلنا كان في بيزة عملها كابتن معتمة جمال في لقاء بيرامدز ان الاطراف كان بيبقى عليها واحد واثنين اللي هو ايه انت بتحاول دايما تعمل اوفرلاف فتلاقي اللاعب بيطلع له لاعب ولكن بيرامدز كمنافس هو هدد مربع الزمالك كتير ولكن الزمالك خلق فرص في بيرامدز لان بيرامدز فريق ما بيلعبش بشكل متكتل بيلعب مفتوح وبيسيب لك مساحات تعال بانشوف ابو سليم كان بيلعب النهار ده ازاي ابو سليم لعب خمسة زي ما انبي لعب وزي ما زد لعب وتعب الزمالك جدا فكرة الخمسة ولكن طبعا الفارق بين ابو سليم اللي هو اقل من انبي واقل من زد ان انبي وزد كان عندهم تحولات اما كان بياخدوا الكرة كان بيعاف يعمل هجمة ابو سليم كان بياخدوا الكرة بيعافش يعمل هجمة فلكن لعب بنهافس الشكل ده ثلاثة واربعتاشر ده كان وينج باك يمين وتمانية الوينج باك شمال وطبعا بما ان الزمالك رحل جزء كبير جدا من هجماته في الشرط الاول كانت ناحية الشمال فاتلاقي لعبة ابو سليم جاتية كمان ناحية الشمال فاتحرم الزمالك من اللي كان عايز يعمله الزمالك كان عايز دايما يخلق موقف اتنين على واحد بين زيزو ونضاي على الظهير اليمين لابو سليم ولكن الزهير اليمين كان بيلقى مساندة من اغلب لعيبة ابو سليم وفي نفس الوقت اما زمالك كان بيصل عرضيات كانت عنده مشكلة ان سيد عبدالله وشكبالك لاتنين ما بيخشوش يكمله يعني احيانا لو الهجمات كانت من ناحية اليمين كان ممكن نضاي يخش ويكمل لانه النضاي بيكمل كويس جواه المنطقة انما اما الهجمات كانت بتكمل ناحية الشمال اللي فيها زيزو وفيها نضاي كان شكبالة وسيد عبدالله وقفين بعيد جدا بيتفرجوا لانهما مش من طبيعتهم ومش من مزاياهم الاتنين انهما بيعرفوا يكمله وراء اوباما راس الحرب ده حيباد جدا جدا في شبكة التاميرات بتاعت نادي الزماني هي بتشرح دائما شبكة التاميرات بتشرح لك شكل اللعب وبتشرح لك شكل دي اكتر من سبع بصات بين اللعبة هتعرفك يعني اللعبة كان بتعمل ايه هتلاقي هنا هي مجموعة ناحية الشمال مكونة طبق ناحية اليمين ومجموعة ناحية الشمال مجموعة الشمال كان نضاي وزيزو وعبدالشافي هنا مجموعة اليمين طبعا فيها اربع لانهم تلاتة بس هو فكرة ان عمر جاب اللعب هو ونيمار فالتنين موجودين لانه دي على مدار المباراة بس هما دايما بتبقى ثلاث عمر السيسي وشكابالا واحد الاتنين كان نيمار في الشوط الاول وعمر جابر في الشوط التاني ولكن لو تبص من شبكة التاميرات دي هتفهمنا اللينك مفقود ما بين شكابالا وما بين زيزو وما بين اوباما الوحيد اللي حاول يتبادل الكرات مع اوباما كان دونجا وعبدالشافي صح عبدالشافي كان بيرسله عرضيات واباما دونجا كان بما انه كان بيزيد ولكن المنطقة اللي هي زونفورتين المنطقة اللي تحت اوباما دي دي كانت فاضية وكانت مشكلة الزمالك اندي محدش لقع فيها ويمكن ده لما نزل ناصر منسي ونزل سامسون اما اوباما نزل فيها الزمالك بقى ليه تواجد في المنطقة اللي هي مهمة اصدت حجيب الجوني ازاي في الاخر يعني في النهاية مهما كانت تجمعها على الاطراف لازم في النهاية حد يجي زايد يكمل بقى التكملة في الزمالك كانت منعدمة هي دي لحد بيكمل من العمق ولا من الاطراف ما كانش حد بيكمل او لان اصناعت الهجبات كانت بتتم من ناحية الشمال فالتكملة الفروق كانت تيجي منش كبالة ومن سيد عبدالله وهم اللي اتنين دي مش افضل يعني افضل مش افضل مميزاتهم منو يكمل ورا المهاجم عشان كده زمالك فاخد كور كتير جدا بسبب ده تعال نشوف معدل فقد الكورة واوباما نفسه ما كانش بافضل حالاته يعني اوباما على فكرة كان نجم اللقاء قدام برامس وماسجلش ولكن في اللقاء النهاردة هو نجم يعني عريس الموتش ولكن هو ما كانش افضل شيء يعني اوباما اكثر بس هو كان معذور برضه خليفة طبيعي مش في مكانه رقم واحد رقم اثنين لو شفنا الاسهم دي كلها ده بيوريك ازاي النهاردة الفريق اللي بيعمل تكتل فعازل راس الحربة عن الجيم خالص انت نقل براحتك وساقيب لك الاستحواز هتلاقي كل الاسهم مشغالة يمين واشمال معادة السهم اللي رايح لراس الحربة ده بالنسبة لناديل الزمالي بمناسبة ان انت بتنقل براحتك دي انا حبوط ابنك انا بتورج معي على الموتش فعدي اول خمس ست دقايق سبعة دقايق فلا نقل كدك في الجامعة قال ايما حيبدولك جده كتير وراح قايم ايما حيبدولك كده 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 كتير ما بيش كرة عالجون طايل حاجة حاجة تصبرنا شوية حدش هيدرب ولا ايه ايما نقل براحتك بقى فنبص ان اوباما اقدر تأكيد لكابتن كريم زكري اوباما فقد الكرة خمس مرات اكتر لعب الزمالي بس اغلبها فرصة يعني اغلبها مدفوع اليه تحت ضغط يمكن اخطأ في استلام كرة بس ده كان معدل فقد الكرة للزمالي معدل كبير على فكرة يعني خمس كرات لأوباما معدل كبير وتعالى نشوف بقى الترجمة في انعدام الخطور يعني ده من الخطورة من الفرقين حتى يعني ابو سليم ده الهدف المتقع للزمالي الهدف المتقع للزمالي خلي بالك احنا لغاية الدية 49 ده الخط الازرق ده اللي هو فرص الزمالي الخط الاحمر ده الفعلي اما يجي جون يعني هو ارتفع في الدية 27 في الشوت الثاني ده لحظة الهدف يعني هو بيفضل صف والجون يعني الاحمر ده يخونا الاهداف الازرق ده الهدف اللي المفروض تجيبها فلو تاخد بالك طول الشوت الاولاني الهداف اللي انت الفوتو جيبها اشبه بالزيرو يعني مفيش يعني اشبه بالزيرو مفيش قريبة جدا يعني اقل من ربع هدف ولا حاجة زي كده بدأت ترتفع شوية في شوط التاني لان الزمالك بدأ يدخل الكرة جواه منطقة اه ابو سليم من غير ما يكون ليه خطره حقيقة اوي ولكن على الاقل حاصر حوالين المنطقة يعني تواجد في حوالين المنطقة اخذت كرات سابتة اه بدأ يدخل الكرة بقى في موجود سامسون مع ناصر مع اوباما تحتيهم ناس ممكن تتوقع منهم انه ممكن في كرة عرضية حد يخطف زي ما الزمالك خطف ابو سليم بقى لو تاخد بالك زيرو طول المطش الهدف المتوقع ارتفعت دي في اخر المباراة خالص الاوت اللي ترامى فده كان يعني فكرة انه الخطورة في المباراة نفسها كانت منعدمة يعني لو ابو سليم حنقول فريق حديث العهد مقبرر ان يجي لعب مطش في القاهرة في ارض الخصم يعني في برج العرب ان يلعب مطش بقفول الزمالك ما كانش عنده مبرر ان يظهر بالشكل ده وخصوصا ان ابو سليم اه طبعا الفريق منظم وبيلعب بشكل كويس ولعب بخمسة ولكن في النهاية في النهاية برضه مازال حلول زي التزديد لم تمارس يعني زمالك ما شطش بشكل كويس حلول زي ان انت حلول فردية اللي احنا اتكلمنا عنه حلول فردية الله عليك كابتن كريم حنجيجي لوحدة كده المراوغات حتوضح لنا فكرة المراوغات دي المحاولات بتاعتنا دي الزمالك عايز اعكد على ان فيش حاجة عجون الازرق يخلنا بيبقى البلوج اللي هو تشاط وتصد يمكن الكرة الزرقة الكبيرة دي اللي هي الفاول اللي عبو شكبال في النهاية الشوط الأولاني والعب بابو سليم شاله بدماغه وده الهدف والباقي كله ده بره بره المرمى يعني زمانك ما عملش حاجة على المرمى خلص فيش حاجة اخضر هي الاصفر ده الهدف دعنا نشوف بعديها كمان اللي انا عايز اتكلم عليها اللي هو كابتن كريم زكري اتكلم عليها المراوغات عدد قليل جدا جدا من المراوغات ما فيش لعب احنا فاكر اما كنا بنتكلم مثلا انت لاقي اللعيب عمل ست مراوغات خمس مراوغات دي الارقام واحد واحد دي مراوغات واغلبها بتفشل خلي بالك اللعيب الوحيد اللي عمل 3 مراوغات كان عبد الشافي منهم اتنين صحة واحدة غلط زيزو 3 مراوغات كانوا سلام والباقي واحد 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 الزمالك طول اللقاء محاولش يراوغ في النهاية هلعبت واحد على واحد يعني انت في النهاية لازم تعدي زي ما كابتن كريم ذكر بيقول انت راجل انا حدي انا ممسوك حدي الممسوك طب ايه اللي حصل اه بالزبط مفيش مراوغات وتعال اوريك كمان حتى المراوغات اللي الزمالك نجح انه يعملها كتعاملة ازاي كابتن كريم تعال نشوفها الصورة اللي بعدها في المراوغات حتى غير مؤسرة يعني حتى المراوغات النجحة بعيد جدا الاحمر ده المراوغات اللي فشرت اللي انا اتقطعت يعني الزمالك يمكن ما عملش ولا مراوغة في منطقة خطرة جوه منطقة الجزاء حدود منطقة الجزاء برا منطقة الجزاء من العمق هي دي المراوغات اللي تأكل عيش مفيش يعني يا كلها مراوغات بعيدة جدا زي ما قلنا عبدالشافي الله يكرمه ممكن سطر الإحصائية وعمل ثلاث مراوغات سلام مع عزيزه كانوا كلهم مراوغات على أطراف الملعب في مناطق بعيدة جدا الخطورة يمكن المراوغة الوحيدة اللي كانت هنا كانت على يمين الصندوق يمكن هي دي الحاجة الوحيدة فالزمالك لا سدد ولا امتلك مراوغات في واحد على واحد في نهاية جنحيجي ازاي جبني الحل الوحيد التاني اللي كان مفتوح هو كرة سبتة يعني باية الكرة كم ممكن يحصل عليه من ضرب الجزاء اللي هي كابتن جهاد جيريش اتكلم عليها اللي هي بتاعة أوباما هي ده الشكل الوحيد اللي كانت حيسجل به انما هجمة اتكدة منظمة مبنية فيها خداع لانت عملتها لانت قادر تعملها لان انت في سريق ابو سليم تكتل بشكل جيد ولانت قادر تعملها ان انت عملت خالي فردي ما الهجم عشان تبدأ لازم حد يعدي حد فيبقى فيه موقف زيادة تفكك الخطوط دي تبقى عندك كرية تفجع او ابتكار لعيب وسط بيرقص مفيش يعني الزمالك بيناقص عشان كده احما بنتكلم ان محتاج لعيب كبير في كل خط لعيب يقود عشان كده اللي حواليه بيتشده يعني مثلا لو في خط الدفاع ممكن لزمالك امتلك الوينش ما الوينش بيبقى فورمة كان لسه كابتن كريم زكري بيتكلم عن فورمة كابتن حسان عبد المجيد وحنا في الفاصل بيشده بيشده معاه اه بالضبط ما يبقى عندك لعيب كرييتور في خط الوسط زي مثلا ما امام عشور كان موجود في الزمالك قبل كده وهو موجود دلوقتي اه فرجاني لعيب عنده الحلول هتلاقي اللعب اللي معاه مش مطلوب منه انه يبقى مبتكر يعني دونجا النهاردة كان بيزيد كتير بس بالزيادة ما تحسش هو عارف يعمل ايه عكسا ما يبقى فيه لعب عارف وبيعمل ايه فهتلاقي دونجا في واجبات قطع الكورة مش الملكة بتاعته انا عايز قولك على حاجة انه انه دايما هتلاقي مثلا لو بنقارن دونجا بفرجاني ساسي هي مقارنة ظالمة ليه؟ لان ولا فرجاني ساسي هيقدر يدفع الدفاع اللي بيعمله دونجا مثلا يعني ولا دونجا هيقدر يقوم بالمواجبات اللي بيعملها فرجاني ساسي هو ربنا متديله امكانيات دفاعية اكتر من هجومية ده بالنسبة لدونجا فمن النهاردة مش هيقدر يلعب بوكس تبوكس